بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب الشفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال أحبابي في الله اليوم معنا واحد وصفة قاهرة للمس العاشق الناس بزاف اللي عندهم المس العاشق يقدر هذا المس العاشق يقدر يأثر على الرجال ويقدر يأثر على النساء كينين البنات اللي معطل حالهم بالمس العاشق لا في العمل ولا في الزواج ولا في تعطيل الأمور كين المرأة اللي تزوجات ولكن ما جابتش أولاد هو من عارض المس المس اللي تخلق على عين أو حسد أو سحر سحر بالصور أو السحر بالمقابر أو السحر بالملابس أو السحر بالصور الناس اللي عندهم المس العاشق هو دخل على السحر أو دخل على عين أو دخل على حسد أو تخطيتي شي حاجة وهذاك السحر ما تعالش ولكن دخل واحد العارض للجسد دينا دخل واحد العارض إلى الجسد دينا وتمكن تربع على الجسد ما سخاش بالجسد يخرج منه لأنه تلدد بالجسد ولا تيدير الفاحشة ولا أنه مؤثر على البنت أو المرأة كين المرأة اللي تتقدر تطلق من الزوج ديالها بسبب المس العاشق كين المرأة اللي تزوجات ولكن ما ولدتش بسبب المس العاشق كين البنت اللي زينة والليل ليل تتشوف المراية وتتضحك بزاف وتتبغي تختالي بنفسها هذيك من المس العاشق كين البنت اللي تدخل للدوش وتبقى تغني وتبقى ترقص وتبقى هذيك من المس العاشق يكتل ما كانش فيها يقدر يركبها في هذيك اللحظة لأنها دارت ليه حويش اللي تيبغي هو إذن بغيتي تعالجي نفسك من المس العاشق بغيتي تحاربي المس العاشق بغيتي أنك تحيدي واحد طاقة لدخلتك على عين أو السحر أو حسد أغلب يتدخل على طريق السحر لأنه هو موكل هو جن موكل بعقد موكل بطلاصم يقدر يبقى معاك يأكل معاك يشرب معاك ينعس معاك ولكن هو عرف على كل شيء من غير القارين هو يتيتعاون مع القارين إذن تدخل حالي ما لواقف تدخل حالي ما لتزوج تدخل حالي علاش ما ولدش تدخل حالي علاش عندي مشاكل مع الزوج ديالي عندك مشاكل تنو تصدع بدون سبب تدولي سحر التفريق فعلا هو سحر التفريق ولكن ولا عندك مس كين الزوج اللي تصب المس العاشق تهوى تحس أعراض المس العاشق تهوى تدلي مشاكل مع الزوج ديالي اللهم أنك تحار بهذاك العارض اللي يدخل موكل بسحر الزوج تيكون معطل على العمل الرجل اللي تيكون معطل على العمل هو عنده مس عاشق تخلوه على السحر أو السحر المخطأ أو السحر اللي تقدر اللي مرة تديرو لزوج ديالها باش يقول لي يبغيها يقول لي يحبها يقول لي أنه يعطيها الفلوس ولكن هي دخلت لي واحد طاقة ديال ديال طلاسم وديك طلاسم ولو عنده عوارض ديال العوارض ولو عنده مس عاشق إذن المس العاشق كيفاش أنني نتخلص منه ولو هو نتشبث بالجسد ولو أنه مس عاشق ديال فاحشة إما تتحسي براسك عندك أعراض ديال النبضات في الجهاز التنسلي أو من الضبور تتحسي بتحركات إذن كيفاش نتخلص كيفاش نتخلص من هاد العوارض من هاد العوارض ديال المس العاشق أولا خاصلين داوم على صورة النور وصورة يوسف نقرأ كل ليلة نقرأ صورة إما صورة النور ولا صورة يوسف ولا صورة الصرفات ولا صورة الجن ولا صورة الرحمن لابد أننا نحاربوا لابد نحاربوا هاد العوارض اللي عندنا بسبب المس تدير لك مشاكل مع الناس تتقايب وحدك جالسة بوحدك بدون سبب لأنك تتحسي براسك معك شي شخص في المكان أو أنك تتكون جالسة تتحسي بخيالات وتتكون نيمة تتحسي بحالة ناعس معك شي حد أو أنك تتحسي بتنفس إذن هذوك من أعراض المس الأعراض دي المس تياخدوا وقت ولكن خصك الدومي على قراءة القرآن الكريم والاستغفار هو التسبيح بلا إله لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن هذ التسبيح مئة مرة سبحان الله لها تأثير على المس استغفار دائما استغفر بعدد استغفار استغفر الله العلي العظيم أو استغفر الله العظيم أو استغفريه بأي طريقة بغيته ولكن المسك الأسود دائما المسك الأسود ونتقرأ عليه التحاجة ولكن حاولي ما تبغي تنامي تدري قطارات وراء الأدن العلي العظيم أو استغفر الله العظيم أو استغفريه بأي طريقة بغيته ولكن المسك الأسود دائما المسك الأسود نتقرأ عليه التحاجة ولكن حاولي ما تبغي تنامي تدري قطارات وراء الأدن قطارات مبين الكتفين القطارات مبين أسبوع ديالك قطارات في الجهاز تنسلي ديالك إذن ناس اللي بغين أنهم يعاجوا ريوسهم من المس ويحيدوا توقف الحال ويحيدوا التوابع دي المس العاشق أقوى عشبة تطرد المس العاشق هي السداب أو الفيجل السداب أو الفيجل السداب هو الفيجل حاولوا أنكم تأخذوا 1-5 دلاهم أترشهم بالمسك المسك المسك الأسود أو المسك الأبيض نقير المسك هادي ندير قطارات وغادي نحاول نخلطهم زياد ها نخلطهم زياد أشنو خاص نقرعلي أشنو خاص نقرعلي ها ناخد كتاب الله ناخد كتاب الله ونقرأ صورة الصرفات كاملة وصورة الجن كاملة مرة وحدة ومرة وحدة وغادي إن شاء الله نقرأ الفلق ثلاث مرات صورة الإخلاص ثلاث مرات آية الكورسي سبع مرات صورة الكافرون سبع مرات سورة الزلزل سبع مرات سننخلط كل شي سوف نتبخر المسك الأسود سوف نحطه من مورا العشاء و سوف نتبخر من مورا العشاء بالفيجل مقرع القرآن الكريم مع تبخير تأخذ الفحم الدائري و دخل الغرفة ديالك تبخري هم زيان و تبخرين تيا و هذك الملابس اللي تبخرتي بهم هما اللي تنامي بهم باش أنك يتطرد العوارد اللي عندك ديال المس العاشق إذن الناس اللي باغين يتعرفوا على المشاكل ديال المس العاشق يشوفوا هاد الفيديو و حاولوا تبارتعجي و هاد الفيديو في سبيل الله البنيات لعندهم توقيف الحال بسبب المس العاشق متزوجات حتى حاجة بحياتها تتقدر تكبر و هي عند المس العاشق و مولدات متزوجات حتى العمل ما عنداش إذن تضيعوا هذا باش يختلي بك و تبقى غير لي تقدري تولي طاحي تمشي للسادات و غادي إن شاء الله تعالجي بهذا الوصفة إذن هاد الوصفة رائعة و أكثر من رائعة اعطيوها للناس اعطيوها في سبيل الله و حاولوا أنكم ادعموا قناة شفية المغربية و لكم الجزاء و لكم البشرى إن شاء الله و لكم إن شاء الله الخير كله إذن أحبابي إلا عجبكم فيديو ما تبخلوش لنا بلايك و دعمونا و فعلوا الجرس ربي جازيكم بالخير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر